هذه الجهات ديال الشمال المغريب، ديال الشرق المغريب من أجل التنمية المتدمة إذن لماذا تم اختيار هذه المناطق؟ الواقع أن اختيار المناطق في حديدتها قائم على دراسة قامت في مؤسسة الحسنة المغربة من خارج حول الاستثمارات المنتجة في أغلوطن شفا عامل وفي إطار هذه الدراسة واحد العدد ديالنا تأجبنت منهم أن ما يتعدى لما يناهي منيف المياه على الأقل ديال الاستثمارات المنتجة، أقول المنتجة، المغريب تتم في المنطقة اللي كي نحذر منها المغريب الموقف الخارج بمعنى أن إرادة دياله وبحكم يعني تواجه العائلة دياله وبحكم معرفة دياله ديال المنطقة وبحكم معرفة دياله الحاجيات الاقتصادية ديال المنطقة كتجعله بأنه كي يكون مرتاح في المنطقة دياله أكثر من مناطق الأخرى اللي عاد غادي يمشي كتشفها وهذا القضية الأولى، القضية الثانية أن الهجرة صفة عامة وإن كان مغربية وإن كان نعتبرها أن هي هجرة مغربية في الواقع هي هجرة جهوية ولأنها هجرات جهوية فنجد على سبيل المثال الشمال أول هجرة دياله كانت منطقة ديال بلجيكا، هولندا، ألمانيا بحال الجنوب، سوسما الصدرعاء كانت يعني فرنسا وإيطاليا على سبيل المثال الشوية ورديغة تدلع زلال هذه المناطق هي تتحرك من منطقة في المغرب إلى منطقة في أوروبا وبالتالي الارتباط، يبقى الارتباط توثيق مع المنطقة العنصر الثالث أن الوقت لما يكون شيء إمكانية الاستثمار في المنطقة الأصلية في ذلك الوقت عاد يتوجه المستمر إلى منطقة أخرى وهذا الأمر أفضى إلى بعض المشاكل ما هي؟ أن القدرات المالية التي تجين واحدة منطقة التي هي ضعيفة عوضا ما تنميها كتمشي المناطق التي هي نامية وهذا ربما أغسنا نعكسه حتى كل منطقة تأخذ القدرات والفعاليات المغربية ديالها يعني الملحدرة منها في الخارج من أجل المساهمة في تنمية هذه المنطقة وبالتالي فرفع القدرات الاقتصادية ديالها وحتى تصبح حتى هي منطقة غنية حتى هي منطقة كبرى هذه اللي جعلت بأنها توجهنا أولا هذه القدرات للمناطق ثم بالنسبة لنبلجيكا كما قلت المناطق في المغرب والجهات في المغرب اللي هاجرت لنبلجيكا هي جهة الشمال يعني طنجة تطوان الحسيمة والناظر يعني المغرب الشرقي نعم انتقلوا عند سيدة دورين حدث في سيدة ديالية دائما أتحدث إلى المغرب وهل تطوان إخشاف فيه مغرب اللي نزل المغرب دائما إلى مغرب في مغرب الآن المغرب نعم الأ moisture على المغرب لتحديث لها انهتم على الاسترقاء إETاء نسبة من الديحد في الزيارة انا موظبًا انا نجد الكثير من المواقع لتنجح الأنسبة للإعلان لأنه من هذه الذهاب أغلب المواقع يقدموا من المواقع على المواقع نهتم هذا الأنظر نعم أستعمال سابقه بيوجد أيضا أمام من حين الأنظر أuno سوف أتعلق سوف تقرص منواقع التي ستستعملها م частично لديهم Matteo العديد من الاجبس البحرين وتمع إتقية جملة 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 هناك مخدمين جملة 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 جملةون وحتى كم بحراء سيكون جملة 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 في جملة 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 juحرين ويضا أيضا جمع بمثار مختلفة ويضا أن ندركه مؤسسسي بسطولة وفقصة إضافة إلى هذا الفيديو ويضا أن ندركه أيضا ونحن نسأل أيضا ندركه في سيئانين في اجازة الاجتماعين يغمقوا أكثر من المعركين في بلجية في بعض المعركين في اشتركه في دائرة هي لتمنع الإنسانية الفيديوية المتطرين متأسفة؟ إذنك يتقرر على الريقاء الأمريضة المتطارين يمكنك ربكات يمنعينه المتطارين لنضيع المتطارين يمكنك أن أعزائكم للشبابات المتطارين أن نعطن المتطارين لا يوجد مشارة المتطارين من المتطارين فرابب عين الواقع دعوتي أعطناين؟ من الخارجات يساولى يتعلقون بباريخ دائلاة المغلقاء في بلغيك إنه يمكنك إستخدام بعض المعلمات وإستخدام بعض المعلمات. لكن الأن المهمة لأنه يكون لديه حقاً لديه حقاً في المغرب. هذه التجربة السعب السلام هي ضرورية للإستثمار في المغرب هناك كذلك المتابعة للمشروع كيف أنتم في المغرب ستظهروا إلى هذا المتابعة لإنجاح هذا الخمسة أو عشرين مشروع الذي ستقومون في هذه الخانة ربما أني أخسر هنا يوضح الإنسان معناه الدعم هذه تكلمتم عليه الدعم هو في الواقع مساندة أولا دراسة المشروع في حديداته ثانيا نظر مدى ملاءمة المشروع للمنطقة أو الجهة أو المدينة التي سيكون فيها ثالثا مباشرة عملية الإنشاء مع المعني بالأمر سواء في العلاقات ديالله مع الإدارة مع الأبناء مع الشركاء الاقتصاديين حتى يشق الطريق ديالله ويبدأ ويبني المشروع ديالله ثم ما كانت الغابة في هذه الحال تتبع المشروع فيما بعد لأنه هو مشروع ككل هو مشروع نموذجي إذا استطعنا أن نبني من خلاله عدد من الآليات لتفعيل وتسريع بعملية إنشاء المشاريع خاصة من نسبة المغرب المقيم في الخارج ربما سيصل لتوجه آخر ونضم أخرى على المستوى الإداري المستوى الإداري وإجراءات جديدة الهدف ديالنا مستقبلا هي أن نوسع إمكانيات تدخل ومساهمة المغرب المقيم في الخارج في بناء التنمية الاقتصادية داخل الوطن انطلاقا من الفصول الدستور انطلاقا مما تتيح له الحقبة الراهنة من نوع من الفتاح نوع من الفتاح الناتصادية من الآليات مدنورين، اورانتن، أنتظر أنت في 4 سنة أنت فيه المقيم في الخارج حيث يكون هناك توقع الصابق ومعهم في المقيم في المقيم الناتصادية كيف تتحفظين المغرب المقيم في مقيم الفيديد؟ ومع من نوع من تلك أكبر السلطة ومع تلك تلك الأنضم ومع هذه المنزل في الهند Hallelujah تتحفظين دخل المواصلة السلطة تتحفظون أغرقية المجال وأعجفون؟ في هذه المعارضة في هذه المعارضة. ولكن عندما نتعلمك في ربطة أو الريض أعرف لأعرفة خلال الفترة لذلك ، بشكل تفعل هناك من المعارضة بين الدولة بين البطاعة وعلى المعارضة في الواجهة التي من المعارضة إضافة ومع المتركبة في المعارضة لتحجزون من المعارضة إلى المعارضة. كما يكون من من أجل إلى سبيل المستخدمة في الخطوة. الذي يمكننا هذا الصحابة الجديدة من أجل الأمور التي تجعلناها لكي تتعليه النارسيحة. وهي ما يمكننا وقتها في الهراء في التجارة والمستخدمة وليس قد ما يكون في المستخدمة في سبيل المنزل وحقاً لإعادتهم قضاء في التجارة المستخدمة إلى الأنمور التي تتعليه من المنصي سوف يهدون على الحديث من التقديم المستخدمين يمكنك مشهدون هذه الأعادة التي تربطها هي الأخرى وضع الأقل الوصول لتنقل الأمن بالكامل من الأنقل الأنقل من الأنظام أجهدون أن أتقدم الوصول لتنقلها الساعة المتحدة للتعامل من المعارسة المتحدة في عام 2012 ويمتحدث قد يتبعون ويقوم بحاجة لكي يتبعون في الموضوع ولكن هذا لا يدفع أن نعطيها من الموضوع لدينا نظرة المتحدة في موضوع المنزل ويقوم بحاجة المتحدة في المنزل ومجتمع اشتركوا فيها وقامون اشتركوا ليسوا اشتركوا فيها بعض الاشتراكات هنا دورة واكثر مرة اشتركوا في هذه المناطق لك تتكلم عن هذه الفكرة لنهاية من المشاركة تستمر أو تنفتح على دول أخرى في أوروبا الواقع أن الإرادة هي أن تنفتح والإرادة هي أن تستمر الإرادة هي أن نقوم بعمل نموذجي يمكن أن يستمر وينفتحها على أوروبا كما يمكن أن يستمر وينفتحها على الجهات الاقتصادية الأخرى وهذا هو الهدف دينا وأظن بأننا إن شاء الله سنجعلون جهود على أساس الحقوق وإن شاء الله تتوفق سعب سلامة ديشحال ما استضفنا مؤسسة الحسن ثاني المغرب من القميم الخارج مرة أخرى مرحبا بكم ما هو جديد المؤسسة مشاريع رؤية الواقع أن المؤسسة تقوم بعمل دقوب طيلة سنة طيلة سنة الآن حقيقة نقربنا من المرحلة التي تكون تهتدم فيها وعدد المشاريع نحن باقينا على المشاريع لدينا صفة مستمرة فيما يخص الأطفال على سبيل المثال نستضيف إن شاء الله هذه السنة ألف طفل من كل معمور على حساب مؤسسة بحل الملفين كان عملوا سنويا في إطار تواصل التقافي بين المغرب وأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج كذلك نحن على مشارف رمضان والآن العمل جد من أجل بعت الدينية المختار المساجد يعني في أوروبا بصفة عامة دخول المدرسة إن شاء الله كانت تهيئة له كذلك برامج أخرى إن شاء الله سوف يتم إعلانها وفي نفس الوقت على المستوى الاقتصادي كان قم بواحد العدد ديال المجهودات إن شاء الله سوف يتبان عبر الأنترنت وعبر العمل الميداني واحد منهم هذا المشروع ولكن كان هناك مشاريع أخرى لإرادة ديالنا هي تفعيل الآن يعني الانفتاح على جميع القدرات الاقتصادية والعلمية لأنما كان شايغل قضية المالية وإنما كان مساهمة علمية يعني كتفة وعالية يعني من طرف المغرب المقيم في الخارج اللي أصبحت الآن يعني بالإمكان الإنسان باش يستفد منها كان نحاولون ندروا الطرق من أجل الوصول إلى ذلك السلام السلام الفتوح مرحبا بكم في كل وقت نذكر بأنكم مدير بنية الإنعاش الاقتصادي بمؤسسة الحسن الثاني للمغربة المقيمين بالخارج مادام دورين دكتل شارجة دو بروغرام الويم مرسي دووتر بارتسيب بارتسيب شكراً كذلك على حسن المتابعة نلتقي بعد أسبوعين بحول الله يمكنكم متابعة هذه الحلقة من جديد عبر الموقع الإلكتروني للقناة الأولى كما يمكنكم المشاركة في الحلقات القادمة عبر الاتصال بالبرنامج عبر العنوان الإلكتروني للبرنامج اشتركوا في القناة